استكمال الدوري لشهري أغسطس وأكتوبر أو ستمبر أغسطس وستمبر وبالتالي تأخير انطلاق الموسم الجديد ممكن ينطلق 11 أو أوائل 12 نتيجة طبعا استكمال الموسم الحالي إلى شهر ستمبر الجزئية الثالثة أو السيناريو الثالثة الاستكمال في ستمبر مع تعديل بداية المسابقة في الموسم الجديد والوضع الحالي بالنسبة للمسابقة على أوائل نوفمبر أوائل ديسمبر إذن ثلاثة سيناريوهات سيناريوهات الرابطة كلها مع اللاعبين رايحة في اتجاه اللي ما يكونش فيه إلغاء وسيناريوهات تنطلق المسابقة بتوقيتات مختلفة وتختتم بس في النهاية تتوقف على فكرة مدى الحد من انتشار فيروس كورونا في أسبانيا خلال الفترة اللي جاية نفس الأمر في إنجلترا كان فيه اجتماعات للبريمير ليج بالأمس والنهاردة الاجتماعات رايحة في إطار بيشوف الصبل المتاحة لوضع المسابقة بعد 30 إبريل لأن القرار اللي اتخذته البريمير ليج أن قدر الإمكان ما فيش أي نشاط وتعليق المباريات حتى 30 إبريل القاضي فما قبل 30 إبريل ما فيهوش أي جديد ما بعد 30 إبريل اجتماعات جارية حاليا للبريمير ليج مع الأندية اللي منقشت هذا الأمر خلال الفترة اللي جاية الصين وهي بؤرة الأحداث اللي من خلالها انتشر فيروس كورونا قدروا يعني يسيطروا على الوضع بشكل كبير جدا وابتدوا خلاص يحددوا موعيد لانطلاق التدريبات خلال الفترة اللي جاية الفكرة بس إن موعيد التدريبات متوقفة على إمكانية عودة اللي كانوا بلعبوا في الدور لأن معظم الأجانب اللي كانوا موجودين في الدور الصيني سفروا إلى بلادهم أول موضوع التهيران ينتهي بالنسبة للصين واللعاب الأجانب يعودوا إلى تدريبات فرعهم تقدر تقول الدور الصيني ممكن ينطلق على أواخر شهر إبريل لكن خلاص فيه قرار إن الأندية في الصين تبدأ تستقنى خلال الفترة اللي جاية على القياس بقى وعلى نفس المنوال في نقطتين متعلقين بقى بإزاي الأندية في أوروبا ابتدت تتعامل مع الموقف من الناحية المالية يعني مثلا تقدر تقول الدور الصيني حاليا في اليوفينتوس في اتفاق مع قيادات الفريق للجلوس مع اللعبين الفترة الجاية لتخفيض العقود والرواتب بالنسبة 25% خلال الفترة اللي جاية نفس الأمر في أسبانيا وتحديدا من نادي برشلونة تخفيض العقود والرواتب بالنسبة 10 إلى 15% بعض اللعبين في برشلونة رفضوا الأمر لكن ما زالت هناك مشاورات واقتراحات من إدارة نادي برشلونة لتخفيض العقود والرواتب خلال الفترة اللي جاية إذن الاتجاه العام الفترة الجاية تخفيض العقود والرواتب بس بنسب مختلفة كل حسب الظروف الطبيعية أو الظروف المتعلقة بالأمور داخل كل نادي وداخل كل ربطة في البريمير ليج وتحديدا نادي منشستر يونيتد يمكن أرسل رسائل إلى كل طبعا المشتركين في التذاكر الموسمية في نادي منشستر يونيتد بحيث أن لو الموسم الدول الإنجليزي رجع والمباريات بدون جمهور النسبة المتبقية لعدد حضور المباريات بجماهير في ملعب أولد ترافورد في منشستر يونيتد هيتم إرجاع القيمة المادية للتذاكر المتبقية إلى الجماهير إذا عاد الدور الإنجليزي بدون جمهور فبالتالي الأندية تحاول تتعامل مع المشجعين والجماهير مع الأندية في الأمور المالية خلال الفترة الجاية وفي اجتماعات عشان الخسار ما تكونش كبيرة ولو في حد رحقه في مسألة عدم الحضور في المباريات وليه نسبة من حضور المباريات وبالتالي قيمة مالية مدفوعة من قبل بداية الموسم إزاي تم تعويض الجماهير عن هذا الأمر ناحية صحية وطبية وده شيء طيب جداً نادي الريال تم طبعاً تجهيز ملعب البرنابيو مقر طبعاً ومعقل النادي الملك نادي ريال مدريد وتقديم كل الإعانات والمساعدات للحكومة الأسبانية لحيث أن الملعب يكون خلال الفترة الجاية جاهز لتلقي التبرعات الطبية ولتخزين المعدات الطبية من أجل طبعاً فتح مساحات أكبر للمستشفيات من أجل علاج أي شخص مصاب بفيروس كورونا خلال الفترة اللي جاي هو دور مجتمعي لكن طبعاً بيختلف الدور بقى في طريقة التنفيذ من نادي لآخر من نجمي لآخر من مسؤول إلى آخر ممكن يكون دعم مالي ممكن يكون بمعدات طبية منشآت رياضية ممكن يتم افتتاحها وتجهزها لاستقبال أي تبرعات واستقبال أي معدات طبية لعلاج المصابين نتيجة انتشار فيروس كورونا آخر حاجة وخبر ده مهم جداً لأنه ليه علاقة بالمرحلة اللي جاية الاتحادة ده لسات عمل وورش عمل بيتم خلال الفترة الأخيرة ليه علاقة بتمديد عقود اللاعبين والمداربين الفترة اللي جاية لنهاية المسيم والدوريات إذا انتهت في سبعة أو في تمانية العقود اللاعبة بدل ما تنتهي تلاتين ستة يكون انتهاء بنهاية المسيم وده هيتبعه تعديل على فترة القيد خلال الفترة اللي جاية نعيشنا ده الفترة السابقة في الحلقات الماضية أول ما طلعت توصيات من مجلس الاتحاد الدولي فيفا خلال الساعات الماضية لكن خلاص جلسات العمل بدأت وورش العمل بدأت وخلاص جاري اتخاذ القرارات وإرسالها الاتحادات الأهلية خلال الفترة الجاية بمسألة أن العقود ممتدة وفترات القيد اعتمتد نتيجة انتهاء الدوريات وانتهاء المسيم كلهم حسب بقى موعيد اللي يقررها في الفترة اللي جاية نفس الأمر هيكون ليه علاقة باللجنة الأولمبية الدولية فيما هو معناه موعيد انطلاق المساب أو دورة الأولمبية الصيف القادم ممكن يبقى إمتى ده يتحدد خلال الأسابيع الجاية وفي هذا الشان أختم بهذا الخبر من مكتب وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي وعبر الفيديو كونفرنس كان فيه اجتماع قدامك وعلى الشاشة مجموعة من الصور لدكتور أشرف صبحي مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدول وأمانك وعلى الشاشة توماس باق الألماني رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ده كان اجتماع مع رئيسات الاتحادات الرياضات الدولية وكان حاضر أيضاً كمان المهندس شام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لمتابعة فكرة الاجتماعات الفترة اللي جاية عشان ايه الأمور اللي هتكون متاحة فيه دانكوهي بعد الصور طبعاً والتفاصيل المتعلقة بكل رئيسات الاتحادات الأولمبية اللي حاضرين هذا الاجتماع واللي كان حريص دكتور حسن مصطفى انه يكون موجود مع الوزير الشاور دكتور أشرف صبحي ولمهندس شام حطب في مقر الوزارة لمتابعة هذه الاجتماعات ومتابعة هذه الاجتماعات في الفترة اللي جاية بخصوص الاجتماعات المتبعة في أولمبيات توكيو اللي هتقام إن شاء الله قبل الصيف العام القادم واللي هتكون بنفس عنوان البطولة الحالية أولمبيات توكيو 2020 وأولمبيات 2021-2024 اللي هتكون في نفس موعدها مفيش أي تغيير في الموعد وبالتالي هي الفكرة بس ترحيل 2020-2021 لكن بنفس المسمى بنفس العقود بنفس الرعاة بنفس الإعلانات ونفس الأمر خلال 2024 هتكون بنفس الموعيد الخسائر ممكن تكون كتير للأسف الفترة الجاية لأن توكيو كانت بتفكر في مثلا يعني 11 مليار يورو ممكن تكون مكاسب من هذه الدورة الأولمبية لكن التأجيل ده ممكن بتتكلم عن ميني مام خسائر مش أقل من 2.7 مليار يورو خلال الفترة اللي جاية أجور موظفين وحاجز فنادق كل ده هيتم طبعا كانسلة خلال الفترة اللي جاية كل ده هيتكنسل الفترة الجاية نتيجة طبعا التأجيل لـ 2021 فبالتالي الخسائر قدر الإمكانة هتكون الميني مام بتاعها 2.7 مليار يورو لكن الحد الأقصى يبقى كام ده هيظهر خلال الفترة اللي جاية لكن توكيو والحكومة اليابانية كانت بتتمنى لإقامة الأولمبيات لكن الظروف طبعا الاستثنائية حالت دون ذلك وكان مقدر طبعا يكون فيه أرباح بتوصل 11 مليار يورو بالنسبة للأولمبية في توكيو 2020 أكتفي بهذا القدر وأخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الكاتب الصحفي الكبير والناقض الرياضي الأستاذ إهاب الخطيب وحديث مهم جدا عن تطورات المرحلة الحالية والمستجدات بالنسبة للمرحلة القادمة سواء في مصر أو حتى في أوروبا ودول العالم اشتركوا في القناة